عقد وزير البترول طارق الملة جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الانجولية تايتيتو انتونيو ووزيرة الشباب ورياضة الانجولية عناب باولا ناقش الجانبان التحديات الحالية التي تواجه صناعة البترول والغاز العالمية خاصة في القارة الافريقية بالإضافة إلى سبل توحيد الجهود والتعاون ما بين الدول الافريقية لمواجهة هذه التحديات ودعم الاستثمارات في مجالاته البقود الاحفوري بهدف تمويل مشروعة الطاقة الجديدة والمتجددة فضلا عن نتائج القمة العالمية للمناخ وفرص عرض القضايا والمبادرات الافريقية خلال القمة العالمية القادمة كوب 27 التي تستضيفها مصر كممثل للقارة الافريقية أكد الملخذ للقاء أن لدى مصر وانجولا فرصا كبيرة لتعاون في مجال مختلف المجالات خاصة في مجال تصدير الغاز المسال واستعرض الوزير أنشطة شركة قطاع البترول المصرية والمشروعات التي تنفذها أو تساهم في تنفيذها وذلك في قارة افريقيا والدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر